طبعاً بقى يعني بشكر حضراتكم على تشريفنا وفي المؤتمر الجماعي بتاعتنا برئاسة لأستاذ دكتور محمد شحات ومشكوره جداً على المؤتمر الجميل والصحبة الجميلة وطبعاً يعني عشان ما نضقاش وقت احنا يعني حنتكلم النهاردة بطريقة مختلفة بس على السفير كاب يعني قبل كده كنا بنكلم كلينيكا اللي قوي في السفير كاب ونوصل في الكاب ونوصف ونوصف ونحط الديبات هو اكتشولي في محاولة وانا مش شايفها جايدلاينز هي مكتوبة ان هي جايدلاينز الـ ERS والأسكم والأسكمات تاعت الميكروبيولوجيا والإنفلاكشور الزيزيز والجايدلاينز منجمينت فور سيفيرو كوميونيتي أكوار دليمونيا هم عملوا زي تاس فورس تاس فورس حطت بعض الريكمنديشنز أو حطت أسئلة وجوبت الأسئلة دي ببعض الريكمنديشنز بس برضو طلبة فورس فحنقدر نقول عليها نواة لجايدلاينز مش of كوميونيتي أكوار دليمونيا of the سيفير كوميونيتي أكوار دليمونيا السيفير كوميونيتي أكوار دليمونيا is associated with high morbidity ومورتالي ومعا ومعا لجلس أكوار دليمونيا and non-European guidelines are available for community أكوار دليمونيا ما فيش specific guidelines ليل سيفير كوميونيتي أكوار دليمونيا الهروبين رسپاراتي society european society of intensive care medicine european society of clinical microbiology and infectious diseases والاتن american thoracic association launched a task force عملوا task force ما بينهم to develop the first international guidelines of the سيفير كوميونيتي in these international guidelines الجماعيات provide evidence-based clinical practice and recommendations for diagnosis empirical treatment and antibiotic therapy for the سيفير كاب following the grade approach furthermore current knowledge gaps have been highlighted and recommendation for future research have been made فدي لطيفة أنهم أمنة جدا مع البطلقي أو القار أو اللي هيشوف الداخل أن هو أمين وبير ويقول بير كومين ليه وإيه المطلوب فيوتر ليه عشان يقول الكلام ده كابد امينيولوجي بتاعتنا الكممينيتي accord daemonia is a very common respiratory infectious disease the incidence ranges between 100 ل25 كل 100 1 000 per year وحوالي 40% of these patients with kappa will require hospitalization وخمسة في المية of these patients will be admitted to the intensive care unit وهما دول اللي بيمثلوا الموربدي اللي احنا المورتاليتي صوري اللي احنا بنتكلم عليه السيفير كاب is accepted terminology used to describe الإي سيو admitted patients with كاب as they might require organ support or lung support يعني يبقى احنا عشان نوصف سيفير كاب فلازم خلاص يبقى احنا مش بس hospitalized this patient should be a candidate to be admitted to the ICU المورتالي of questions حصلت these guidelines were developed according to the ERS methodology for the guideline development a total of 8 clinical questions were formulated using the PICO patient intervention comparison and outcomes format and outcomes for each clinical question were rated by voting as being how important or not important or critical for decision making process in patients with severe cab should rapid microbiological techniques be added to current testing of blood and respiratory tract samples and doing what are you multiple times the biophiles now it's going to be in what are you doing how are you doing because in the first I'm going to say حضيك معلش my clinical experience بقى او day experience اللي بنشوفه احنا ما كناش ما كانش كنا بنبعتها للسعودي الالماني ما كانش فيه بايو فاير جانا احنا كنا نبعت اول حاجة خلص في السعودي الالماني وبعد كده ابتدت تبقى developed بقت موجودة في المعامل والسعر بقى دلوقتي نص اللي احنا كنا من سنة وسنة ونص بندفعه او بنبعت نعمله هناك الافيليبيليتي انه بقى عندك كذا معمل يقدر يسحبه ويجيب لك النتيجة ويبعتها لك على الواتساب ويبعتها ميل او اي حاجة في خلال ساعة نعم هو كان من سبعة لتسعة تلاف دلوقتي نزل لألفين ونص في معامل الخاصة اللي هي برا المستشفات ما هي دي بقى صح يبقى دلوقتي بس الدكتور نصار وجد نظره ان انا حدفع احط مثلا انتيبيوتك زي زي في زفتة او سنفورو او حاجة من الحاجات او اي سيو ادميشن بس هو ادميتد لا هو بالنسبة لي يا دكتور ايا ادميتد انا ادميتد ان دي اي سيو ولحق بقى العيان بتاعك ده داخل بقى في في الاسباراتري فيلير داخل في سابسس داخل في حاجة على اقل حدك جايب ابسط مسال يا جماعة الستي في الرايفت هاسبتل النايت بيساوي تنز اف تاوزن اف ايجيبشن باونز انا مش حنسمي من تلاتين لخمسين حسب مستوى المستشفى و ده كلام ده حقيق يا جماعة حقيق وفي نفس الوقت لو بصينا على التكلفة في مستشفيات وزارة الصحة على فكرة هي مش قليلة يعني لو حسبت التكلفة المرتب اللي ده بياخده مرتب ده بياخده الدواء اللي ده بياخده والواصلات من الكانيولات والسيرنجز والحاجات دي كلها هتلاقي العيان اتليس بيكلف من خمسة لسبعة وبيانتي بيقولك بالبيرسون في الليلة الواحدة بإمكانيات متوضعة يعني مش بإمكانيات محترم فلو جينا بصينا حيقولك إن تكنولوجيا is available ويسجد ساندينج لور اسفاراتوري تراكت سامبل ايضا سبيوتم او لو أنا مركب له اندر تراكيال تيوب او دخلت برونكور ألفيورال رفاش وبعدتها في المالتي بلاكس بي سي ار تاستينج ومزتها كمان بقى يا جماعة البي سي ار أنا ايضا بشوف الفيرل أنا فانجل وفيرل وبكتيري يعني عندي الفرايتي بتبقى الدنيا قدامي يعني قصة قريبا هتبقى منفية ليه؟ إن أنا عندي أصلا بيز أشتغل على أساسه قبل كده كان يقولك جرامستين وعمل مش عارف إيه وانت واقف وكلام ده كله ما فيش جرامستين انت دلوقتي عندك ودين ساعة ممكن يطلع لك اللي انت تقدر تبتدي به من الأول مش according to the susceptible antibiotics أو suspected sorry antibiotics that I should suspect على أساسه حدي بقى السيبير كاب ده كان إيه والعين ده كوب morbidity عشان أفكر في الآن أنت بقيتك لا أنا حيجي لي actually الحاجة بتاعتي على طول طيب حنبتدي بقى إيه بقى الحاجات اللي هما بيسجيست في الguide lines to further research safety of discontinuing الـ empirical beta-lactam in patients with severe cap with only legionella أو الميكو plasma species detected by PCR safety إيه بقى safety لو أنا وقفت دول وقفت البيتال لكتاب ده نعم رواحد to be investigated safety of this continuing all antibiotics in viral after negative bacterial multiple PCR ومين قلبه حيطوح يعني أنا دلوقتي بدي مثلا يعني carpaminum carpaminum وخلاص عرفت إن ده viral pneumonia وهي GGO patches وبد الـ antiviral وقدر الوقت على فكرة برضو إحنا بند ضاب الـ antiviral عشان برضو يبقى في الموضوع ده وطبعا COVID والـ H1N1 كتير اليومين دول بس أراد إحنا فجأت رمدي سيفير وعندنا المونيو برافير ف وي كان دو بوث والإفاكت بتاعها والإفاكت بتاعها بتبقى أحسن هو نفسه بيقول لك إيه السفتي لو أنا وقفت الـ فهو أساسا مش قادرين أو لسه ما تعملش further research أو studies عليها السفتي وديس كونتينيونج all antibiotics in cases with negative bacterial and viral multiplex PCR طلعت نو growth مفيش حاجة طلع حواقف antibiotics والعيام في سيفير كاب وشاف بتاع عد كده بطش عد كده وحيدخل في رسبراطي فيلي روحيموت مني no way الباثرين causing severe cap when both bacterial and viral multiplex PCR are negative alternative diagnostic approach the metagenagomic sequences for the PCR will cases for negative cultures طيب عشان بقى الوقت ما يضعش مننا نحن لسه في question 2 فحنقول بقى in short in hypoxemic patients with severe cap can either non invasive mechanical ventilation or high flow nasal oxygen be used initially rather than supplementary standard oxygen administration to avoid intubation or reduce mortality يبقى هنا في العادي العيان العادي اللي جاي severe pneumonia that needs ICU admission this patient may be ventilated لكن أنا حبق موافق إن أنا تدي له high flow nasal can أو أحط على non invasive mechanical ventilation بحيس إن أنا ألحق أساب الأكسجين ألحق أساب with antibiotics فيمكن أقلل incidence of invasive mechanical ventilations question three when using the initial empiric therapy for severe cab should the macrolide or fluorocinolone be used as a part of combination therapy to reduce the mortality well adverse clinical outcomes question four in patients with severe cab can serum procalcitonim be used to reduce the duration of antibiotic therapy and improve other outcomes in comparison to standard of care but not guided by serial biomarker management ودي بصراحة سؤال مهم وجميل جدا احنا بنابدأ فعلا بسير procalcitonim وبيبقى عالي جدا وبند antibiotics طب اما اعمل اقصد ويطلع واطي هادي اسكاليت ولا هوقف I think اودي اسكاليت بس هنشوف according to clinical presentation اللي موجود معي احنا بس مش هنطور الاسيل عشان الوقت جري من سؤال 5 سؤال 6 سؤال 7 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 سؤال 8 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 سؤال 9 سؤال 9 سؤال 8 سؤال 9 سؤال 9 سؤال 9 سؤال 9 وده دايماً اللي احنا دايماً بنقف فيه في ديبيت مع الانتنسفست في الاي سيو بنبقى احنا وقفين لاتنين انا عايز اضرب بشدة وهو عايز يحط مش عاجبني وبيطلع لنا بتاع الكلينيك الفارماسي يقول لك لا احط له سيفي بيم يا عم سيفي بيم لا 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 سيفي بيم الاول والانتيبياتيك ستيورشيب فبدل ما نقعد نعمل بقى ابيوز وانتيبياتيكس وبدل ما نبتدي نعمل يبقى انا شايفين ان احنا عندنا المالتيبلاكس بي سي ار او البايفار موجود عندنا ان احنا نقدر نقلل ده اولاً نبتدي صح ثانياً الديوريشن مش هتبقى زيادة فمش هاكوير رزيستنس في المستقبل فقدر استخدم الحاجة دي ده كانتيبياتيك ستيورشيب وبعد كده ثالثاً الاوتكمز وده الاهم بالنسبة لي في العيان بتاعي هتكون افضل thank you so much شكراً لكم